اشتركوا في القناة المعلومات مثل ما قلنا هايزة الواجهة الرئيسية ماتي اللي استطيع من خلالها انه هنسجل الدخول رح اروح اختار اسم المستخدم واختار الباسفورد وقل له تسجيل دخول اليومان ان شاء الله طبعا هذي الصفحة الرئيسية اليوم ان شاء الله رح اناقش معاكم موضوع المحابرات انه شون استلم المحابرات ماتي من خلال هذه المنصة اللي شوفوها امامكم اضغط على المحابرات رح تنفتح لي هاي النافذة طبعا هاي النافذة دشوفها عندك فارغة فارغة لانه ما مختار المادة مالتي انا رح اروح اختار اسم المادة اختارت او اختار او اختار طبعا عندني طبعا عندني كل هنه اللي دشوفوه هنا امامكم هي خاصة بالحاسبات احنا ماخدين اندسة تقنيات الحاسوب كمثال اختارت هذه الادوانس كمبيوتر تكنولوجي ضغطت عليها رح تطلع كل المحابرات اللي خاصة بيها من اريد اروح احمل محابرة فقط رح اضغط على شنوه تحميل ومن اريد افتح الملف لا اروح اضغط على فتح مثلا هذا تكنولوجيا الحاسوب المتقدم رح اضغط فتح الملف رح يفتح ليها بنافذة بتاب جديدة من الممكن انه عاين الملف ماتي طبعا اهنانه طلع ليها اللي انه عاني ما مربوط انها فقط سيربر محلي ما مربوط فما رح يوديني عليها بس انتو ان شاء الله لا رح يطلعتكم النافذة كاملة بالمحابرات اللي موجودة كذلك شنو عندي عندي تحميل من الممكن انه اضغط تحميل وحمل طبعا هنا هما رح يقدر يحمل لانه انا ما مربوط على سيربر الرئيسي بس انت رح تشوف انه ينزل عندك الملف وتقدر تتحكم بي فهذه كل المحابرات اللي موجودة عندي اروح اخذ غير مادة من الممكن انه اغير اي مادة مشروع هذي مشروع من الممكن انه اروح اختار مادة اخرى نيتور كمبيوتر نيتورك بروتوكوز هذي كمبيوتر نيتورك بروتوكوز وكل المحابرات من الممكن انه سوي لهم اقدر عن طريق او اقدر اختار المحابرة الثانية المحابرة الرابعة المحابرة الثالثة المحابرة الخامسة كلني اقدر اختارهم محابرة الثانية طلعت عندي فقط المحابرة الثانية ارجع اقول له مثلا رح يطلع عندي كل المحابرات اللي موجودة عندي كذلك اقدر اسوي فلتر عن طريق التاريخ من فلان تاريخ الى فلان تاريخ مثلا من ستة اه خمسة الفين وعشرين الى مثلا كذا. اوكي. رح تطلع عندي اقول لفلتر اوكي. رح يسوي لي فلتر. طبعا هناك شي ما طلع عندي ليش? لانه ما عندي محابرات بهالتاريخ. هذا اللي شوفوه امامكم. ممكن ممكن يستردي. انه اختارها ايضا كذلك. اوكي. وممكن انه لا. اصفر. لا فلان تاريخ. وهذه ايضا اخرها. اقول له اوكي. اوكي. انه اش هيصر عندي? رح اختار غير مادة. ايضا بعد الفلتر هذا. اوكي. هنا انطيت. ها هنا منطي رح اشيل الصاحب ايضا. واقول له اوكي. فرجعت عندي كل المحابرات اللي دي شوفوه. طبعا كل هاي المحابرات اللي دي شوفوها انتم. ممكن انه فقط اسوي لها اما فتح. وابوح عينها. او اروح الى تحميل الملف. واحملها على الكمبيوتر ماتي. او على الفون ماتي اللي موجود عندي. هذا اعزاء الطلبة بالنسبة بخصوص المحابرات. طبعا اقدر اسوي حسب حجم الملف. حسب الملف. نوعيته. كل الامور من الممكن انه اسويها. اشوفها هنا موجودة عندي. طبعا هنا حسب اسم الملف. الحقيبة الاولى. هاي الحقيبة الاولى. ممكن انه اوصل الى. ما ريد. راح يترجع لذني كل هين اللي تشوفون امانكم. هذا بالنسبة طلابنا العزاء الى المحابرات. متفنى لنا تكون وصلة الفكرة شان اقدر استلم المحابرات مادتي. ان شاء الله راح نلتقي بمحابرات قادمة بابنه تعالى حتى نشوف بقية الازاء مال هذا النباب. شكرا لكم شكرا اللي اصغاكم. ان شاء الله نلتقي بمحابرات قادمة بابنه تعالى. شكرا اشتركوا في القناة